أهم حاجة في القصة مش المونتاج ومش التصوير ومش الإضاءة كل دي بقى لها حلول يعني اللمبة اللي بتتعلق في السقف بقيت مكان الإضاءة الموبايل بقى بيقدر يعمل كل حاجة أنا فترة طويلة قوي كنت بستخدم الموبايل بس مفيش أي حاجة تانية وحتى ما كانش عندي دراية بالمونتاج كنت بأبوز يعني أبوز أي غلطة نعيد من الأول تاني لغاية ما بدأت أخذ لسه في الأول ما كنتش على دراية بالقزنج قوي لغاية ما خدنا الخطوات ولكن السكريبت أنا بقوم بيه لواحدي بشكل كامل والمونتاج وأعمال الصورة بقوم بها أحمد عصامة أوكي يعني أنتو يعتبر اتنين في التيم أنت وأحمد عصامة أحمد بقوم بشغل الصورة والمحتوى والتقديم مهمتي أوكي طيب إحنا عايزين نعرف إيه هي أهم مهارات البلوجينج أو صناعة المحتوى من وجهة نظرك يعني على السوشيال ميدي أنا من وجهة نظري أنه مبدئيا المحتوى نفسه يعني أنت بتصنع محتوى فإيه اللي أنت بتقدمه بالمناسبة ده ما يعنيش خالص إن اللي بيتكلم في الموضة مثلا ده شيء تافع أبدا أو إن اللي بيتكلم على الدحك بيطلع يهرج ده محتوى لا هدف وهدف تاني هو الفكرة إنه أي منتج في الدنيا محتاج يتعامل بجودة علشان يلقى قمول أو يعني يفايرل وسط الناس حتى محتوى التسلية والدحت والهزار لازم يتعامل كويس لازم يتعامل بجودة صناعة المحتوى هي بالأساس صناعة لمحتوى إنت لو كان عندك المحتوى فإلا أنت تصنعه بشكل جيد حتى لو ما تعمل بشكل جيد هيتطلع الناس بصورة كويسة أكيد وأعتقد ممكن يلقى قبول يعني والأعلم دلوقتي مفتوح على ده يعني أنا دلوقتي كنت الأول بستغرب لكن دلوقتي ممكن تلاقي كومنتس بالهجات مختلفة من دول مختلفة لقيت أنت بتجو فيريل بتنتشر بشكل كبير ليش بس في مصر وده ليه علشان أنت بتقدم محتوى جايد ماشي وفقا لأنها صناعة إذا أنت بتقدم محتوى بتشوف إزاي تسوقها إزاي تعمل ثامنل جايد مثلا علشان صورة تشد الناس علوان كويسة بس أهم حاجة أنه بالأساس يبقى المحتوى ده لائق كويس